من الرياض مع عضو اللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروى مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام إذن سوتيشي انطلق بغياب المعارضة واشنطن باريس وبالمقابل روسيا طرى دائما في سوتيشي المكان الذي يخرج منه كل شيء شرعي فيما يتعلق بالملف السوري على عكس جينيف هكذا تنظر روسيا كيف تبعتم اليوم الأول وكيف سينعكس أيضا على اليوم الثاني مساء الخير لك والإخوة المشاهدين الواقع يعني الرسائل التي وجهها الروس إلى أبنائنا وبناتنا في القصف شديد في إدب وفي الغوطة يدل بشكل واضح على رسالة سلام يحملها الروس يعني لو كان هناك فعلا رغبة جادة وصادقة في عملية السلام في سوريا لما كان سمن أو رفض المعارضة سببا في أن تخطف سوريا وأن تخطف المناطق التي تخضع لقوة الثورة والمعارضة وأن تجري فيها مجازر هذا يدل تماما عن هذا القضية ليست قضية حوار وبحث عن سلام القضية قضية هي مشروع يجري العمل على إنتاجه وإيجاد أرضية شرعية ما لإنتاجه وتسويقه لدى الأمم المتحدة وعند المجتمع الدولي وهذا أمر لم تقبل به المعارضة وأوضحت موقفها للروس وعملت مع الروس ومع المجتمع الدولي جادة على أن يكون هناك صرح جدي لمجتمع حوار فعلا شوار منتج لكن إصرار الروس على أن تكون المخرجات وأن يكون البيان بهذه الصورة التي واضح أنها تتجاوز في التقال السياسي وستجاوز في البيان جينيف كل هذه المسائل أكدت أن هذا المؤتمر هو تكرار سيكون تكرار لكل المؤتمرات عملتها روسيا تحدث عن موسكو واحد وتحدث عن موسكو اثنين لم يتأتي تلك المؤتمرات الجديد لكن هنا الحديث عن الإجنة السورية أمر الحقيقة في غاية الخطورة عندما يراد أن يصابد السور في ظروف من هذا النوع في ظروف استثنائية وهذا الأمر بالتأكيد سيؤثر بشكل كبير جدا على مخرجات السوتي ما يمكن أن يكون ما بعد سوتي ما بعد سوتي طيب بالميدان كيف يؤثر في ما يحدث في سوتي اليوم دائما هو من أبرز ما يحدث عسكريا على الأرض من أبرز المؤثرات في المؤتمرات ما يحدث في الشمال السوري من عملية تركية اليوم من أبرز المؤثرات ويقلب الموازين حتى لو لم يكن هذا الموضوع ضمن في أجندة المحادثات هذا يعني أنا أقول ما يجي على الأرض ميدانيا يؤكد وعلى الأخص عندما تأتي روسيا لتقول نحن نريد أن نكون دولة ترعى السلام بين السوريين ونرحب بالعملية للسلام بين السوريين ما معنى أن يكون القصف وأن يستمر القصف وقتل المدنيين في سوريا في هذا الوقت ومن طائرات روسية ومدعومة من سواء طائرات روسية بقوى روسية وأيضا من قوى النظام مجازر حدثت في السراقب اليوم ومجازر حدثت أمس في الغوطة أمر أمر يعني نتحدث عن عشرات عن الغارات الجوية هل هكذا تكون عملية استساحية لمؤتمر السلام على الحاضرين هناك الذين يسمعون أصوات هذه المدافع وأصوات هذه الغوارية أن يكون لهم موقف ينسجم مع الوطنية السورية هذا على اقتراض أنهم قادرون على أن يقولوا لا للإرادة الروسية هناك أنا أشكرك جزيلا من الرياض عضو اللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري دكتوري شام ماروة